موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يشرفني طلبتنا الأعزاء أن أكون معكم فياتي الحسة الختامية والمحاضرة العاشرة من سلسلة حصص مادة ووحدة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية الخاص بالسوداسي الأول المجموعة إف شعبات القانون وكل أمل في أن تستعبوا هذه المادة وأنا على يقين من نجاحكم إن شاء الله والتوفيق سيكون حسن خاتمتكم بهذه المادة بحول الله تعالى وقوته وأنا رهن إشارتكم في أي استفسار ترغبون في طرحه على أستاذي مادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية وكذلك في كل الاستفسارات والأسئلة التي يمكن أن تتبدر إلى أذهالكم سواء عبر البريد الإلكتروني الأكاديمي أو عبر البريد إلكتروني العادي والذي سأشير إليهما في آخر هذه المحاضرة وكذلك لرقم الواتساب إن شاء الله بالنسبة لهذه المحاضرة الختامية فغالبا في المحاضرة الختامية للمواد التي أقوم بتدريسها أشير إلى نقط هامة جدا ويتعلق الأرض بكيفية إجابة عن موضوع الامتحان وكذلك إعطاء نموذج يمكن للطلبة أن يحتدوا به عند إجابتهم على الأسئلة المتعلقة بهذه المادة في الامتحان سواء الدورة الاستدراكية بالنسبة لمحاور هذه الحصة لابد أن نكمل لأن نكمل في طبيعة الحال ليس بشكل نهائي وإنما بشكل أساسي جدا ومختصر المادة والتي قمنا بالوقف سابقا على مجموعة من الأنظمة القانونية المتعلقة بالمعاملات بأحوال الشخصية بالحقوق الدستورية الحقوق الدولية إلى غير ذلك من الأنظمة القانونية وبقي لنا نظام قانوني واحد وهو النظام المتعلق بالمرافعة والحقوق القضائية منها تنظيم القضائي في الشريعة الإسلامية ثم سنتطرق في المحور الثاني لكيفية الإجابة على الامتحان المادة وسنخصص تحديد محاور الامتحان هذه بداية ثم ثانيا سنعطي بعض التوجيهات والنصائح ثم ثالثا سنقوم بذكر نموذج الامتحان مع إعطاء نبذة حول كيفية صحيحه يعني والنقاط وغير ذلك الضرورية علما أنني سوف لن أصحيح الامتحان بشكل مطلق الاعتبار أن لكل طالب وتعبيره الخاص به ولكل طالب ومنهجيته في كيفية تتعامل مع الأسئلة ولذلك سوف لن أعطي تصحيحه نموذجيا وإنما سأعطي نموذج للامتحان وأترك للطلبة التمرين عليه قبل ولوجهم للامتحان إن شاء الله أولا الحقوق القضائية في الشريعة الإسلامية ماذا نقصد بحقوق قضائية؟ نقصد بها التقاضي إجراءات التقاضي نقصد بها الأنظمة يعني النظام القاضي في الإسلام نظام القاضي في الإسلام كيف يتقاضى الناس حقوقهم في الشريعة الإسلامية يعني مشروعية هذا القضاء يعني أحكام القضاء إلى غير ذلك أولا القضاء هو الحكم بين الناس بالحق واهتم الإسلام بالقضاء من حيث التنظيم والتطبيق منذ عهد الرسالة لأنه أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكران به الدماء تعصم ولا تسفح والإبداع تحرم وتنكحه والأموال تثبت إذن فكل هذه المصطلحات تشير إلى أن القضاء في الإسلام له من الرفعة والمكانة ما يجعله أجل العلوم وأقدرها وأشرفها مكانة في الإسلام وقال المفسرون إن المقصود بالحكمة في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو علم القضاء هو علم القضاء وقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه وأمر أصحابه به وأرسل بعضهم قضاة إلى الأقاليم الخاضعة للحكم الإسلامي وخصص فقهاء المسلمين على اختلاف المداهب كل في مذهبه كتابا أو بابا مستقلا لدراسة القضاء من حيث آدابه وواجباته والقاضي وشروط صحة توليه لمنصب القضاء إلى غير ذلك فمن حيث مشروعية القضاء ثبتت مشروعية القضاء بالقرآن والسنة النبوية والإجماع ففي القرآن تناولت آيات كثيرة في القرآن الكريم القضاء وأحكامه ومنها قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله سورة المائداء الآية 49 أما فيما يتعلق بالسنة النبوية باشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه القضاء فقضى في خصوبات الناس كثيرا وشجع أصحابه على القضاء وقال إذا الشهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا الشهد فأخطأ فله أجر هناك كتاب سبو السلام واتبع النهج الرسول الكريم في الاهتمام بالقضاء خلفائه وأصحابه وإمة الفقه ثم ثالثا الإجماع أجمع فقهاء المسلمين في كل عصر على أن القضاء ضرورة من ضروريات تنظيم الحياة ثم حكم القضاء القضاء بالنظر إلى ذاته أو أهميته في الحياة جعله الإسلام فرض كفاية أي واجبا على المجموع من أفراد الأمة فإذا قام به بعضهم سقط التكليف عن الكل أما بالنسبة لمن يتولى القضاء فله أحكام ثلاثة أولا حرام لمن تتوفر فيه أهلية القضاء وشروط مباشرته جائز لمن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات في منطقته ويوجد الآخرون تتوفر فيهم أهلية القضاء ثالثا فرض عين على من لا يوجد غيره ممن يكون أهل للقضاء شروط القاضي اختلف فيها الفقهاء واختصرها ابن قدامى في ثلاثة وهي الكمال العدالة وأهلية الإجتهاد وشرط الإجتهاد قال به كثير من الفقهاء منهم إمام مالك والشافعي والإمام أحمد قياسا على المفتي لأن المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فكذلك القاضي يجب أن لا يكون كذلك من باب أولى لأن قراره إفتاء وإلزام بخلاف الإفتاء فلا إلزام فيه ويرى أبو هديفة وأصحابه أن أهلية الإجتهاد ليست شرطا بل يكفي أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى أقوال الفقهاء أدى أبو القاضي ولخص عمرو الخطاب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في رسالته التي بعثها إلى أبي موسى الأشعري آداب وواجبات القضاء وهذا هو نص الرسالة هذا من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فعليك بالعقل والفهم وكثة الذكر ففهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة ناقد إذا فهمت وأمد إذا قضيت وأمضي إذا قضيت فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف قوي في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بيينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإذا أحضر بين بينته أخذت له بحقه وإذا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أبلغ للعذر ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرف الأشياء والأمثال وقس الأمور عند ذلك وعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجدودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة فإن الله تولى منكم السرائر وأدرى عنكم بالبينات والإيمان الشبهات وإياك والغصب والقلق والدجر والغضب والقلق والدجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر عند الخصومات فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر مدائع الصناعي قد استنتج الفقير حنفي المعروب الكساني من هذه الرسالة آداب وواجبات القاضي أهمها ما يلي أن يكون فاهما للخصومة المعروضة عليه فيتابع أقوال الخصم ويستمع إليهم ليصل إلى الحق والصوى ثانيا أن يكون مرتاح البال والنفس ولا قلق ولا ضجر حتى لا ينشغل من متابعة أحداث القضية وسماع حجج المتخاصمين ألا يكون غضبانا أن يسوي بين الخصمين في الجلوس والقيام دون تمييز أن يسوي بينهما في المعاملة والشدة واللين ألا يسمع من أحدهما ما يسره إليه دون علم الآخر ألا يقبل الهدايا لأنها رشوة ألا يلقن الشهادة ولا يلقن الخصمين التأكد من عدالة الشهود أن يتخذ كاتبا لتسجيل الدعاوى والبينات والقرارات أن يجلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم فيما يجهله من الأحكام أن يكون له ترجمان لجوازي أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغته من الدعى والمدعى عليه والشهود إذن أداب القضاء في الإسلام هي أداب متعددة أهمها أن لا يقبل القاضي الهدايا لأنها رشوة أتأكد من عدالة الشهود أن يستمع للطرفين أن يسوي بينهما في الحقوق والواجبات أن يسوي بين الخصمين في الجلوس والقيام والقعود أن يسوي بينهما في المعاملة والشدة واللين إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها شريعتنا الغراء والتي تؤدي كل ما تؤدي إليه إلى أن تكون هناك عدالة بين الخصوم وأن تكون هناك عدالة بين الناس في أمورهم الدنيوية وحتى لا يتضرروا من هذا القضاء للأمور الأخرى هذا يعني كل ما لدينا فيما يتعلق بالمدخل لدراسة الشريعة بطبيعة الحال بقي هناك العديد والعديد من الأنظمة القانونية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لأنها جاءت شريعة كاملة ومتكاملة وصالحة لكل زمان ومكان وبالتالي فإن هذه الشريعة هي شريعة عامة ومجردة تخاطب الناس جميعا لذلك يعني فهناك العديد من الأنظمة القانونية لم تتح لنا الفرصة للتعرف عليها ولو وإن تعرفنا إليها فإننا قد تعرفنا إليها باختصار شديد يمكنكم التوسع في ذلك عبر الكثير والكثير من المراجع المتخصصة في هذا الشأن يعني يمكننا أن نستعرض ذلك إذا طلبتم منا إعطاءكم المراجع الأصلية كمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ونرى إشارتكم فيما يتعلق بذلك يعني من خلال أسئلتكم على البريد الإلكتروني إن شاء الله فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي المتعلقة والتي تهمكم كثيرا طلبتنا الأعزاء وتتساءلون عليها وكذلك أرسلت بلي العديد من الأسئلة حول كيفية إجابة عن امتحان المادة ثم ما هي المحاور المحددة والمحاور المحدوفة فيما يتعلق بهذه الوحدة وكذلك لنموذج الامتحان للاستناسبه عند التحضير لهذه المادة أو لهذه الوحدة أولا فيما يتعلق بتحديد محاور المادة فيما يتعلق بتحديد محاور هذه المادة والحذف سنقسم ذلك إلى قسمين أولا الفصل الأول الفصل الأول هو متعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية ثم الفصل الثاني وهو متعلق بالنظام القانوني الإسلامي أولا فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية الفصل الأول يعني المقدمة المحاضرة الأولى محدوفة الفصل الأول مبادئ الشريعة الإسلامية المبحث الأول التعريف بالشريعة الإسلامية وخصائصها المحاضرة الثانية مطلوبة في الامتحان غير محدوفة المطلب الأول تعريف الشريعة الإسلامية ومميزاتها المحاضرة الثانية مطلوبة في الامتحان المحاضرة الثانية أو المطلب الثاني خصائص شريعة الإسلامية المحاضرة الثانية مطلوبة في الامتحان يعني هذا المطلب مطلوب في الامتحان يعني وغير محدوف هنا نستنتج أن المبحث الأول كاملا غير محدوف المبحث الأول التعريف بالشريعة الإسلامية وخصائصها غير محدوف وهو يعني في المحاضرة الثانية تناولناه في المحاضرة الثانية المبحث الثاني التعريف بالفقه الإسلامي وخصائصه وتطوره وبعض قواعده الكلية المطلب الأول تعريف الفقه الإسلامي وخصائصه وهو مطلوب في الامتحان وتناولناه في المحاضرة الثالثة المطلب الثاني التطور التاريخي للشريع الإسلامي أو للشريع الإسلامية المحاضرة الرابعة المطلب الثاني محدف هذا المطلب هو محدف إذا رأيته مكتوباً باللون الأحمر فعرف بأنه محدف هذا المطلب محدف المطلب الثالث شرح بعض القواعد الكلية في الفقه الإسلامي هذه القواعد تناولناه في المحاضرة الخامسة لكنها غير مطلوبة كاملة المطلوب فقط بعض القواعد منها أولاً القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك القاعدة الرابعة الضرور يزال القاعدة السادثة التابع التابع القاعدة الثامنة لا يذهب إلى ساكت قول بمعنى أن القاعدة الأولى والقاعدة الخامسة والقاعدة السابعة والقاعدة التاسعة هذه القواعد محدوفة باقي القواعد الفقهية محدوفة التركيز كل التركيز على الأمور بمقاصدها القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك القاعدة الرابعة الضرور يزال القاعدة السادثة التابع التابع القاعدة الثامنة لا ينسب إلى ساكت القول هذه هي المطلوبة في الامتحان ما عادها من القواعد غير مطلوبة المبحث الثاني مصادر الشريعة الإسلامية هذا المبحث هو مطلوب في الامتحان وقمنا بتناوله في المحاضرة السادسة والسابعة في المحاضرة السادسة تناولنا المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية وهي مطلوبة في الامتحان ثم في المطلب الثاني والمحاضرة السابعة تناولنا المصادر التابعية للشريعة الإسلامية وهي مطلوبة في الامتحان فيما يتعلق بالفصل الثاني المبحث الأول النظام قانوني الإسلامي متعرف الأحوال الشخصية والمدنية والجنائية الأحوال الشخصية المطلب الأول الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المحاضرة الثامنة مطلوبة في الامتحان المطلب الثاني الحقوق المدنية والمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية المحاضرة الثامنة مطلوبة في الامتحان مع عدد ذلك الحقوق الجنائية والنظام القانوني الإسلامية والحقوق الدستورية والاقتصادية والدولية والقضائية هذه كلها محدوفة فيما يتعلق بباقي ما تناولناه في المحاضرة الثامنة والمحاضرة التاسعة وقليلا في هذه المحاضرة كلها محدوف إذن واضح جدا هذا الحدف إذا ما فهمتوش ولا كان هناك شيء غمض المرجو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني وشكرا لكم فيما يتعلق بنصائح وتوجيهات حول كيفية إجابة عن هذه المادة أولا بعض التقنيات الأساسية الإجابة على الامتحان المادة يعني بعض التقنيات الأساسية أولا تفادي بعض الأخطاء التي يقعوا فيها الكثير من الطلبة وكثير من المترشيحين للجياز المباراة إلى غير ذلك يقعون في مجموعة من الأخطاء أولا تأخير المراجعة إلى الأيام القليلة قبل الامتحان وهو من أبرز مشاكل الطلبة يعني نخليه المعدة شوية بشوية حتى يقرر بامتحان وكي بقرر نهار عد كمشي الرجوع وهذا خاطع بحيث أن المراجعة تبتدئ من يوم إعطاء المحاضرة وانتهائها ثانيا الاعتقاد بأن الامتحان مسألة حظ وفقط وعدم استعداد جيد لها مطلقا والتفكير في محاولة الغش بعض الطلبة يفكرون في محاولة الغش وهناك من الطلبة من يعتقدون بأن الامتحان هو مسألة حظ ولا يمكن التكاهل بالأسئلة إلى غير ذلك وبالتالي هناك من يراجع شيئا والامتحان يكون فيه في حين أن هناك من يراجع المدى بكاملها لكن لا يتوفق في الإجابة هذا الاعتقاد هو خاطئ لماذا؟ لأنك كلما استعدت بشكل جيد لامتحان كلما استطعت أن تجيب بشكل جيد ثالثا عدم ضبط الأفكار عند الاستعداد الامتحان هناك بعض الطلبة يفكرون بأن لا يستطيعون ضبط الأفكار يهم بشكل جيد عند الاستعداد الامتحان وهذا يعني له تقنيات خاصة يمكنك أن تقوم بضبطها حتى تضبط الأفكار معك وسنتناولها بعد قليل ثالثا أو رابعا عدم ضبط اللغة وعلامة الترقيم والخط هناك بعض الطلبة يجيبون بشكل مسترسل لا يحترمون لا قواعد اللغة ولا علامة الترقيم ولا الخط ولا يعني يظنون بأن إجابتهم صحيحة بالرغم أنهم لم يضعوا أي معيار من معايير اللغة أو العلامة الترقيم أو الخط ولم يحترموا حتى حسن تحسين خطهم ليجيبوا بشكل جيد على الامتحان وهذا يجب تصحيحه ثم كثرت الكاشت في ورقة تحرير هناك من الطلبة من يأخذوا بلانكو أو المكشيت أو المبيض ويردأ في التكشيت وتبيض الكثير من الأخطاء التي يقوم بها أثناء ورقة انتيحة فبدل أن يعيد كتابة موضوعه في ورقة أخرى جديدة والحرص على عدم الكاشت ويعني في ورقته الجديدة هو يكاشت في الورقة التي كانت لديه ويصبح ذلك بشكل كبير جدا بحيث أن الأستاذ لا يفهم الإجابة عن السؤال بشكل جيد وبالتالي يعني ينعكس ذلك على تصحيح المادة الاعتقاد بأنه لا مجال للنجاح في الدورة العادية والتأجيل المجاني للدورة الاستدراكية هناك من الطلبة من يدخل وينتظر قضاء نصف ساعة ويخرج مهرولا إلى ساحة الكلية ظن منه أن الامتحان سيكون في الاستدراكية أسهل من الدورة العادية وأنه في الاستدراكية سيحصل على نقطة أفضل مما سيحصل عليه في العادية وهذا خطأ بحيث يجب أن تكافح في الدورة العادية فإذا وقع ما وقع وعدم تمكنك من الإجابة بشكل جيد وكانت نقطتك أقل من عشر يمكنك إعادة الاستدراكية بالتأكيد إن شاء الله والنجاح فيها لكن أن تحاول أولا في العادية بعض النصائح الذهبية التي أعطيك إياها أيها الطالب الكريم أولا الإيمان بأن لكل مشاهد النصيب وأن النتائج الجيدة لا تأتي دون تعب يعني دائما كن مؤمنا بأن الاشتهاد يقابله النجاح ولا شيء غير ذلك الاشتهاد يقابله النجاح والتعب يقابله أجر عدم الالتفات للحالات الشذر قائلة بأن النجاح دون بذل مجهود والذين يعتمدون على الغش هنا كمن يعتمدوا على الغش ويقول بأن النجاح هو مسألة حظ ويجب أن نغش حتى ننجح وهذا يعني خطأ ولا يجب الالتفات إليه دع لي نفسي كهدف أن تنجح وتتفوق وترتب في مراتب مشرفة عند النجاح هذا أيضا من مسائل الأساسية التي يجب على الطالب أن يؤمن بها وهو أن تنجح من أجل التفوق لا أن تنجح من أجل فقط أن تأتي بنقطة 10 أو 11 وإنما تأتي بنقطة 15 أو 16 أو 17 حتى تكون في المراتب المشرفة دع لي نفسي كبرنامجا يوميا للمراجعة يوافق بين الحياة الشخصية والحياة الجامعية أيها الطالب الكريم أنت قم بوضع برنامج أو بلانينج برنامج يومي للمراجعة لديك التزامات شخصية لديك التزامات عائلية لديك التزامات مهنية إلى غير ذلك ولكن لديك الوقت الذي كان لك قبل الامتحان كان لك ولكن بمناسبة الامتحان فهو يجب أن تخصصه للمراجعة الجيدة للامتحان فمثلا إذا كنت تعمل فعند مجيئك في السادسة مساء مثلا أن تجلس في السابعة إلى غاية العاشرة أن تراجع المواد التي لديك في الامتحان وأن تخصص الوقت الكافي للمراجعة وأن تحاول إذا لم يكن لديك وقت كافي أن تقسم ذلك الوقت على المواد التي لديك فيها الامتحان إلى غير ذلك وبالتأكيد سيكون النجاح إن شاء الله حليفك في هذه المادة استعانة بالمحاضرات والعمل على تلخيص المادة وجمعها بشكل مناسب أعطينا عشر محاضرات في هذه المادة اجمعها ولخيصها وقم بإعادة كتابة هذه المادة ولا تستعمل بPDF أنا ضد استعمال الطالب لPDF في الهاتف الهاتف سوف لن يدرسك وسوف لن يفيدك إطلاقا الPDF ليس له أي جدوى وكثرة الPDF الذي يوجد لديك في الهاتف يعني يعطل مراجعتك للمادة يعني بطبيعة الحال إذا كنت طالبا مجدا بالتأكيد ستستعين بهذه المحاضرات وستقوم بإعادة كتابتها أو تلخيصها بشكل يدوي فردي وليس أن يلخصها طالب آخر وأنت تستعين بها يجب أن تلخصها بنفسك حتى تنقوش تلك المادة في ذهنك عندما تقوم بكتابتها بشكل شخصي أو بشكل فردي فهو لا تقوم بكتابتها على الورق وإنما تقوم بكتابتها على دماغك أو تدمجها في أفكارك لذلك يجب أن تقوم بكتابتها أنت أيها الطالب وأن تلخصها أنت أو أن تلخص كل مقتضيات هذه المادة حتى تترسخ في ذهنك وتكون لك المادة العلمية الكافية للإجابة على الامتحان استعين بذفتر شخصي ولخص فيها الأفكار ورؤوس الأقلام فذلك سيساعدك على حسن التدبر والتذكر كما سيمكنك من المراجعة السريعة والنهائية قبل الامتحان هنا أعطي نصيحة للطالب أنهم بعد أن تلخص المادة أخذ ورقة واكتب فيها العناصر الأساسية المباحث والمطالب وقم بتدبرها وتذكرها ففي يوم الامتحان إنما ستتذكر العنوين الرئيسية والتي ستساعدك على استذكار وتدبر مختلف العناصر المكونة لذلك المحور بعد التقنية المنهجية الإجابة على الامتحان المادة القراءة الأولية للموضوع هناك لدينا ثلاثة أسئلة يعني كل سؤال يجب أن تقوم بالتصطير على المصطلحات المفاتيح فيه يجب أن تقوم بالتصطير على المصطلحات المفاتيح في كل سؤال من هذه الأسئلة وعندما تقوم بذلك فإنما تقوم بفهم المصطلحات المكونة للسؤال وعند فهمك لذلك المصطلحات ستتمكن من معرفة السؤال ونصف الجواب كما يقال هنا طلبة الأوفياء لكي تكونوا انطباعا عن موضوع ما لا بد أن تتبع الخطوة التالية أولا قراءة الموضوع وإعادة قراءته مرات عديدة لتحليل مصطلحاته ومفاهمه الأساسي والوقوف عند أهم الكلمات المفاتيح والروابط المستعملة والتي سوف تفيد في معرفتين أو في مرحلة لاحقة في تحديد الإشكال المحوري للموضوع وفي وضع التصميم عند طرح عدة مواضيع اختيارية يكون لك حق اختيار موضوع واحد قم بنفس عملية تحليل المصطلحات بالنسبة لجميع المواضيع حتى تقيص درجة صعوبتها ثم يجب عليك أن تفهم أن هذا الوقت الذي خصصته لفهم الموضوع ليس وقتا صدائعا منك بل هو خطوة من خطوات الإجابة عن سؤالك بل وأن هذه المرحلة حاسمة لأنها ستشكل قناعتك بموضوع معي ثم إعداد مسودة الكتابة هنا لا بد من أن تأخذ ورقة الوساخ وتبدأ في فرز الأفكار التي تتعلق بكل سؤال على حدة وعندما تبسط أفكارك فإنما ذلك سيساعدك على فهمك وإقتناعك بالإجابة على موضوع المتعلق بالسؤال هنا نموذج الامتحان هذا هو نموذج الامتحان نموذج الامتحان فقط يجب أن نشير إلى بعض المسائل الأساسية التي يجب على الطالب أن يتقيد بها فيما يتعلق بالمربع الذي يحتوي على اسم الطالب ومعلومات حول الطالب الاسم العائلي والشخصي طلبة الأفاضل المرجو منكم أن تقوموا بكتابة الاسم باللغة العربية والفرنسية بشكل كامل الاسم العائلي والشخصي باللغتين العربية والفرنسية وخاصة باللغة الفرنسية ثم أن تكتبوا رقم الامتحان فالطالب الذي لا يكتب رقم الامتحان إنما يعرض نقطته للخطر لماذا؟ لأن الاستعد إذا لم يجد اسم شخصي وعائلي مكتوب باللغة الفرنسية للبحث في قاعدة البيانات الطلبة الأولى حتى إدخال النقط وإذا لم يجد رقم الامتحان فإن ذلك يصعب مهمه في إدخال نقطتك ثم أن تقوم بكتابة رقم التسجيل ثم أن تكتب رقم وطني للطالب فهذه البيانات أساسية جدا لتعطي للأستاد الفرصة ولتساعد الأستاد في أن يدخل النقط بشكل جيد وأن لا يخطئ في إدخال نقطتك وكم من طالب يخطئ الأستاد في إدخال نقطته فيصبح لتصحيح نقطته يجب أن يتبع مجموعة من الإجراءات الإدارية وهذا يضيع وقته في بداية الأمر أول شيء عندما تحصل على ورقة الامتحان انتبه إلى كتابة الإسم العائلي والشخص باللغة العربية والفرنسية وخاصة باللغة الفرنسية لأنه ضروري جدا ورقم الامتحان الذي هو يعتبر من الضروريات الأساسية ولا تنتبه لما يقوله بعض الأساسين أن رقم الامتحان ليس مهما وإنما له أهمية كبيرة جدا خاصة بالنسبة لأنا في وحدات مدخلات الشريعة الإسلامية حتى أتمكن من إنصاف جميع الطلبة وإعطائهم النقطة التي يستحقونها وحتى لا أخطئ عند إدخال النقط ثم أن تقوموا بذكر رقم التسجيل لماذا؟ لتأكيد الاسم الشخصي والعائلة للطالب وكذلك لتأكيد رقم امتحانه ورقم وطن للطالب الذي يؤكد بشكل قطعي معلومات متعلقة بالطالب ثم لا بد من انتباه إلى مدة الاختبار التي ستكون محددة في ساعة واحدة إلا تحدد إلى وقتا آخر ثم ملاحظتين الأساسي ويجبون كتابة الإسمين باللغة العربي والفرنسية بكل دقة ثم يجب كتابة رقم الامتحان ورقم التسجيل ورقم وطن للطالب بكل دقة ثم أجيب عن الأسئلة التالية أول طلبة الأعزاء هناك من الطلبة في السنة الفارطة من اعتقد بأن الامتحان محددا في صفحة واحدة في حين أن الامتحان كان محددا في صفحتين في واجهتين بمعنى ورقة واحدة ولكن واجهة الأولى والواجهة الثانية الامتحان لهذه الوحدة هو محدد في واجهتين إذا أعطيت لك ورقة ونظرت إلى واجهتيها الواجهة الأولى والواجهة الثانية ووجدت بأن الامتحان فقط في الواجهة الأولى أو الواجهة الثانية فعلا بأن تلك الورقة غير صحيحة ويجب عليك إعادتها للأستاذ وأن تطلب ورقة أخرى تكون فيها واجهتين الواجهة الأولى والواجهة الثانية ويعني المعرفة ذلك انظروا إلى أسفل الصفحة هناك صفحة واحد على اثنان وصفحة اثنان على اثنان والامتحان يشتمل على ثلاثة أسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث السؤال الأول يكون غالبا على الشكل الثالي ميز يعني ميز انظروا إلى كلمة ميز ليس هي عرف ميز ليس تعرف لأن بعض الطلبة يجيبون على شكل عرف يعني يعرفون الشريع الإسلامي ويعرفون الشرع السموية السابقة لكن مصطلح ميز يعني أذكر أهم الفوارق كأنك تقول أذكر أهم الفوارق ما بين الشريع الإسلامي والشريع السموية السابقة انظر ميز يعطينا إمكانية ذكر الفوارق وأوجه التشابه لذلك الإجابة على سؤال ميز يتكون على أساس ذكر أوجه التشابه وأوجه الاختلاف من لم يذكر ذلك فإن نقطه ستنقص في إجابتي على هذا السؤال بحيث إذا قمت بتعرف شريع الإسلامي وشريع السماوية السابقة فإنك لم تجب بشكل جيد على هذا السؤال لأنك أهملت كلمة ميز التي تفيد ذكر الفوارق وأوجه التشابه وأوجه الاختلاف يعني أوجه التشابه وأوجه الاختلاف كأساس لهذه الكلمة وهي ميز ثم تحدث إذا رأيت تحدث فأنت يجب عليك أن تتحدث بشكل مركز وليس بشكل مطول بشكل مركز فمثلا الاستحسان هناك مصدر تبايل الشريع الإسلامية لابد لك أن تقوم بوضع مدخل للإيجابة عبارة عن سطر أو سطرين ثم أن تقوم بتعريف هذه المؤسسة وهي الاستحسان ثم أن تقوم بذكر شروطها وأهم العناصر التي رأيناها في المحاضرة بشكل جد مركز ومختصر ثم السؤال الثالث تحدث باختصار عن نظام معاملات مالية في الشريع الإسلامية هنا تحدث يعني لا بد أن تضع مدخلا للسؤال إذا رأيت تحدث وضع مدخلا للسؤال عبارة عن سطر أو سطرين ثم بعد ذلك تذكر جميع الأحكام المتعلقة بذلك بهذه المؤسسة وهي نظام معاملات مالية ثم خاتمه هي عبارة عن سطر واحد سطر واحد أو سطرين على حسب لأن هناك تحدث باختصار هذا كل ما في الأمر يعني امتحان بسيط سهل يعني هذا نموذج منزلي للتدرب عليه إذا رأى أي طالب أن يجيب عليه وأن يرسل للإجابة عبر البريد الإلكتروني فأهلا وسهلا سأصحح له بكل فرح وسرور ويعني أنا رهن إشارتكم في جميع ما يتعلق بهذه المادة فقط لأشير في نهاية المطاف على نقطتين أساسية فيما يتعلق من أبوداج مجتحان لابد لكم طلبة الإعزاء أن تتأكدوا من ورقتكم ما إذا كانت تشتملوا على واجهتين الواجهة الأولى والواجهة الثانية هذا النقطة الأولى لأن المجتحان سيكون في واجهتهم النقطة الثانية وهي أن تضعوا سطرا تحت الكلمات الأساسية المفاتح مثلا كلمة ميز الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية السابقة ميز هي ذكر أوجه التشابه وأوجه الاختلاف تحدث أن تجيب بشكل مختصر ولكن بشكل منهجي أن تقوم بذكر مدخل أو أرضية للجواب أن تذكر الأحكام المتعلقة بالجواب أو المقتضاية المتعلقة بالجواب ثم أن تنهي ذلك بخاتمة بسيطة صغيرة يعني لا تكتب خاتمة هكذا وإنما وختاما يمكن القول كذا كذا وأتحدث باختصار يعني نفس الإجابة السابقة أن تقوم بذكر سطر أو سطرين للمقدمة ثم أن تقوم بالإحكام أو بالمقتضاية ثم في نهاية المطب أن تقوم بوضع خاتمة بسيطة كقول كختاما يمكن القول بأنه بأن نظام المؤاملة في الإسلام هو نظام أصلي وإن كان لم تتناوله الشريعة الإسلامية وفق ما تناوله المحدثون من الفقهاء الشريعة الإسلامية وإنما تناولتها الشريعة الإسلامية في أبواب وكتب مختلفة إلى غير ذلك وهذا يعني كل ما في الأمر دمتم في حفظي الله ورعايته انظروا هنا يعني الامتحان في ورقتين يعني الوجهة الأولى والوجهة الثانية شكرا على حسن إسرائيكم وأتمنى لكم نجاح والتوفيق تعالى في هذه والتوفيق إن شاء الله تعالى في هذه المادة التواصل معي يعني ارسلوا لي عبر البريد الإلكتروني شعيبي.amp.gmail.com والبريد الإلكتروني الآخر الذي هو مصطفى.gmail.com كما يمكنكم أن تتحدثوا معي عبر الواتتاب عبر الرقم 066-3333-879 شكرا لكم على حسن إسرائيكم وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى بالتوفيق لكم